بعد حرائق اليونان ماذا بعد ضربت عواصف مطير عاتية اليونان اليوم لما أدت إلى فيضانات تسببت بمقتل عدة أشخاص وتضررت العديد من المنشآت والطرقات تأتي الفيضانات في اليونان بعد أسابيع من الجفاف وحرائق الغابات التي دمرت مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية وترجع الحكومة السبب وراء ذلك إلى تغير المناخ وتواصلت أجهزة الطوارئ اليونانية اليوم في إنقاذ عشرات الأشخاص من قراء المنطقة الوسطى التي شهدت هطول أمطار غزيرة هذه الأمطار تجاوزت في كمياتها ما تشهدها عادة خلال عام بأكمله وبحسب تصريحات للمتحدث باسم مرفق خدمات الإطفاء يانس حيث صرح وقال تجري عملية واسعة النطاق من أجل الوصول إلى القراءة القريبة من بلدة كارفيتسا حيث ارتفع منصوب المياه بين متر ونصف المتر ومضي وهو يقول من الصعب جدا الوصول إليهم جدار بحسب خدمة الإطفاء دمتم بخير